في شأن آخر استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم نيكولاي تشويكا رئيس وزراء جمهورية رومانيا بحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسامح شكري وزير الخارجية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وكذلك فلورين سبارتو وزير الاقتصاد الروماني وسفير ميهال ستوبار السفير الروماني في القاهرة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب زيارة رئيس الوزراء الروماني لمصر طالبا نقل تحيات وتقدير الرئيس إلى الرئيس كلاوس يوهانس ومشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التي مر على تدشينها 117 عاما كما أعرب السيد الرئيس عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي في ضوء الخطوات الإيجابية البناء بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة والتي عبر عنها تبادل الزيرات رفيعة المستوى وعلى رأسها زيارة السيد الرئيس إلى بوخارست في يونيو 2019 ثم زيارة الرئيس الروماني إلى مصر في أكتوبر 2021 فضلا عن مشاركة الرئيس الروماني في القمة العالمية للمناخ التي عقدت في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 من جانبه نقل رئيس الوزراء الروماني إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الروماني مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في ضوء دور مصر المحوري في إرساء دعاء من الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وكذلك التطلع إلى تطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مصر في جميع المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية إلى جانب تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الميزة التنفسية في كل من مصر ورومانيا وفي ذلك الإطار تم التوافق على أهمية عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت كما تم التباحث بشأن تعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة لا سيما في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية وما فرضته من تحديات عالمية في هذا الصدد أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حيث تم التوافق على أهمية تكثيف الجهود لإجاز حل عادل وشامل وفقا لمقرارات الشرعية الدولية وأتطرق اللقاء أيضا إلى مناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيتها السياسية والاقتضية والإنسانية على مستوى العالم وفي ذلك الإطار أعرب السيد الرئيس عن تقدير مصر لاستقبال رومانيا للدارسين المصريين الذين أكبروا على مغادرة أوكرانيا وتسهيل عودتهم إلى بلادهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة